اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 101 مساء الخير على كل طلابنا العزاء مساء الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي بيتبقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقل بالبرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة هكون تحت عنوان مراجعة على الفصل الثالث والرابع وحل أسئلة الامتحان التجريبي في رئيس كل الطلبة اللي بيشاهدونا يركزوا مع أستاذتنا الفضل اللي معنا في الستوديو بعد ما نتعرف عليهم هيكون معنا النهاردة طبعا في الحلقة مستر سامير شعلبي مساء الخير يا فن مساء الخير يا فن أه برحضة لكي الحمد لله وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر محمد عز الرجال مساء الخير يا فن مساء الفل أه برحضة لكي الحمد لله تمام وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر محمد عبدو مساء الخير يا فن مساء الخير يا مستر أحمد أه برحضة لكي والحمد لله بخير وأخيرا وليس أخيرا يكون معنا في الحلقة مستر هاني مصطفى السلام خير فاند والفرحة لكي الحمد لله تمام موارين الدنيا كلنا ونتبهنا لكم إن شاء الله حلقة موفقة نبدأ الحلقة بتاعتنا ونطلب من المخرج بتاعنا الجميل يجب لنا الصفحة الأولى ونبدأ مع مستر سمير شلبي بفضل فاند بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات مصر العزاء النجوم التي تتلألأ في سماء مصر والتي سوف تتلألأ قريبا إن شاء الله في سماء العالم بداية بحيئ إدارة القناة وبحيئ أستاذ أحمد سعيد صفحة لأنه فعلا بيحاول يجيب كل ما هو مستر ومبدع في الحلقات التعليمية كلها بداية جايبين مجموعة أسئلة وإن شاء الله حنحاول إن احنا برضو نحلها سوا وعايز برضو أؤكد على حتة مفتاح الإجابة اوعى تتخيل إن ما فيه سؤال ما فيهوش مفتاح إجابة مفتاح الإجابة لو عرفته هتحل بسهولة تعالوا نشوف مع بعض سؤال الأول جاء نابليون بمنشور إلى مصر بيقول فيه إنني ما جئت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الممليك الظالمين وإنني أكثر إيمانا من الممليك يستدل على فشل تأثير هذا المنشور على المصريين ما حدث فيه مقاومة أهل الصعيد أم حملة نابليون على الشام أم معاهدة العريش 1800 أو معركة أبيقير البحرية الحقيقة السؤال واضح جدا إن بليون ألف المنشور بتاعه إن أنا جئت عشان أخلصكم من ظلم الممليك الظالمين وجاي أنا بعبد الله أكثر من الممليك هل صدقه المصريون؟ السؤال بيقول إنه لم يصدقوه فشل تأثيره وإيه الدليل؟ فأنا موقف بالضبط الحقيقة الموقف لما نبص هنلاقيه مقاومة أهل الصعيد لم يصدقه المصريون ليه؟ لأن في مقاومة أهل الصعيد الممليك ويفه مع أهل الصعيد وتعاون الاثنان معا في مقاومة الحملة الفرنسية فيبقى المصريين لو كانوا مصدقين نابليون ومنشور نابليون ما كانواش حيتعاونوا مع الممليك أو الممليك مش حيتعاونوا مع أهل الصعيد وبالتالي اختيار سيكون مقاومة أهل الصعيد السؤال الثاني السياسة ليس لها نظام ثابت يحددها تتجلى أي تظهر يعني هذه العبارة بوضوح فيه هروب الوالي العثماني عند دخول الفرنسيين ولا موقف مراد بيك تجاه الحملة الفرنسية ولا سياسة مينو العسكرية لمصر ولا نظرة كيليبر تجاه ثورة القاهرة الثانية السياسة ليس لها نظام ثابت دي قاعدة بيدرسها السياسين يعني ممكن تتغير حسب الظروف وحسب المصالح الحقيقة هنا الإجابة لو بصينا يعني إزاي السياسة تغيرت عند شخص معين هو كان مراد بيك موقف مراد بيك تجاه الحملة الفرنسية مراد بيك في أثناء الحملة الفرنسية له موقفين الموقف المختلفين خالص يعني الموقف الأولاني أنه رفض أن يساند نابليون في المقاومة في الصعيد ورفض أن يتعاون معه في أن يقضي على المقاومة في الصعيد مقابل أن يحكم الصعيد رفض لأنه كان بيشعر بقوة المقاومة في الصعيد وكان شاك مصلحته كده أنه هو يقاوم مع أهل الصعيد لكن عندما جاء كليبر ومسك الحكم هناك مراد بيك تخلى عن مبادئ اللي هو كان متمسك بها في الأول وتعاون مع الفرنسيين وتعاون مع كليبر ووقف إلى جانب كليبر وبذلك أصبح لي مبدئين مختلفين إذن السياسة ليس لها نظام ثابت الإجابة موقف مراد بيك تجاه الحامل الفرنسيين أحسنت مستر سمير ننتقل بيتج نومبر تو مع مستر محمد أزرجال بسم الله الرحمن الرحيم أولا بشكر حضرتك أستاذ أحمد على هذا البرنامج المتميز والحقيقة أنا بأحمل تحيات مجموعات كبيرة جدا من المدارسين بيعطين تحية كبيرة لحضرتك خصوصا مدارسين الصعيد أخواتنا محترمين جدا هناك ومن كتير جدا في الصعيد متابعين البرنامج ومبسوطين جدا من البرنامج السؤال الأول اللي معنا بيقول نجاح فرنسا في تحقيق سياساتها اتجاه الحركة الوطنية بالمغرب كانت ويأدي إلى طرد الاستعمار الأسباني من الريف ولا حدوث حرب مع ألمانيا ولا السيطرة العسكرية على مدينة طانجة ولا الإبقاء على السلطان خارج البلاد طبعا الإجابة الأولانية مستبعدة لأن كان فيه مساومات استعمارية وفيه خطة استعمارية بين أسبانيا ومع ألمانيا ومع بريطانيا على ميناء طانجة الاختيار الصحيح هو الأخير ليه لأن الاستعمار دايما بيعمل بسياسة فرق تسود والاستعمار الفرنسي حاول الإيقاع بين العرب والبربر ولكن زعيم البربر الجلاوي انضم للحركة الوطنية وطالب بعودة محمد الخامس مما أدى الاشتداد الحركة الوطنية واضطرت فرنسا إلى عادة السلطان محمد الخامس إذن الإجابة الصحيحة هو الاختيار الأخير لو نجحت في إيقاع الفرقة بين الشعب المغربي كان السلطان العثماني أو السلطان الفرنسي مش هيرجع تاني آسف الاستعمار كان السلطان الجزائري محمد الخامس مش هيرجع مرة أخر السؤال الثاني عجزة قانون المقابلة في تحقيق أهدافه بسبب إيه إلغاء نظام طواقف الحرب ولا قرارات المراقبة السنائية ولا زراعة المحاصيل الصيفية ولا صدور قانون التصفية طبعا قانون المقابلة صدر في عادة الخديوي إسماعيل عجزة عن استداد الديون فاضطرت الحكومة اصدار القانون لجمع أكبر قدر من الأموال وأدى ذلك إلى استقرار المزارعين وزيادة الإنتاج الكلام ده سنة 1871 ولكن 1880 قرارات لجنة المراقبة السنائية كان منها إلغاء قانون المقابلة ده اللي أدى إلى عجز قانون المقابلة عن تحقيق أهدافه شكرا جزيلا أحسن تأسر محمد ننتقل البيت جنوم برسي مع مستر محمد عبد أهلا بحضولتك مستر أحمد وأهلا بكل طلبة السنوية العامة في حلقة جديدة من حلقات مدرس على الهوى البرنامج الهادف على مستوى مصر إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل طلبة السنوية العامة وإحنا دلوقتي بدأنا في حل أسئلة الامتحان التجريبي مايو 2021 وزي ما كنا بالنوة إن الامتحانات معتمدة على الفهم والتحليل تعالي نشوف كده السؤال بيقول السؤال الخامس بيقول ساعد بريطانيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها في مصر حتى الحرب العالمية الأولى وظهر ذلك فيه هل فرض الضرائب على الصناعة أم تحسين نظم الري والصرف أم إصدار قانون العمد والمشايخ أم نظم وقواعد المستشار دانلوب طبعا السؤال ده بيوضح لنا إن بريطانيا اهتمت بالزراعة في مصر على حساب الصناعة ودي كان سياسة بريطانيا لأنها محتاجة المواد الخام وبالتحديد القطن المصري طويل التيلة وعشان كده هتمت بالزراعة وأقامت مشروعات ري كتيرة جدا من أهمها الأناطر زي أناطر إسنا وأناطر أسيوت وخزان أسوان وكمان أصلحة الأناطر الخيرية بتاعة محمد علي فهنا الإجابة الصحيحة هي تحسين نظم الري والصرف السؤال اللي بعده يقول ترتب على دور مصر القومي بعد ثورة 1952 في محيطها العربي هل اشتراكها في أول حرب بين العرب وإسرائيل أم منع تفتيت ليبيا بين إنجلترا وفرنسا أم مساعدة الثورة العراقية من أجل الاستقلال أم دعم كفاح سوريا في قضية الاستقلال السؤال ده بيتكلم عن إنجازات ثورة 1953 1952 ثورة الضباط الأحرار طبعا بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثورة دي طبعا كان لها إنجازات كتير جدا في كل المجالات من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال العربي هي مساعدة الشعوب العربية من أجل الاستقلال وأيضا مساعدة الثورات العربية من أهم الثورات العربية اللي ساعدتها مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 هي ثورة اليمن وثورة العراق عشان كده إحنا بنختار الإجابة الصحيحة هي مساعدة الثورة العراقية من أجل الاستقلال أحسنت أم سيد محمد ننتقل للصفحة رقم أربعة مع مستر هاني مصطفى مدرم بساعدتك باشت طبعا كل القائمين على البرنامج باشت برخص أستاذ أحمد سعيد السؤال هنبدأ دوقتي السؤال السابق تتوقع في حل تنفيذ مطالب الحزب الوطني عام 1881 في عندي طبعا أربعة اختيارات فبنحاول نقرأ الأربعة اختيارات ونحاول نحزف الإجابة اللي احنا أشكين فيها أول حاجة تشكيل مجلس النواب تحسين الأحوال الإقصادية تحقيق المطالب الفاوية للضباط عودة العمل بالدستور هنرجعون في تكتاب الحزب الوطني سنة 1881 قال إعادة أملاك الخديوة وأسرته إلى الحكومة المصرية هنقصص إرادات السكة الحديد لسداد ديون مصر ده كان اللي بيتقال قبل القرار لكن بعد القرار هنلغي إرادات السكة الحديد وتبقى كلها من أجل سداد الديون وهنلغي المراقبة السنائية يبقى كده الإجابة الصحة عندي تحسن الأحوال الاقتصادية السؤال التامي ترتب على إجراءات مينو أثناء الحملة الفرنسية في مجال الصناعة أولاً لما نجنف تكتر مينو مينو أول ما بدأ يتولى قيادة الحملة الفرنسية أنشئ مجموعة كبيرة من المصانع زي مصانع الحديدة والساعات والدباغة وبدأ يشترط في إقامة المصانع عدم ضم عمال مصرية طب نشوف إيه الإجابة التي تنفع هنا توفير إحتاجات فرنسا استمرار نظام طواقف الحرف التقارب من المصرين نقل التكنولوجية الصناعة هل هي طبع الإجابة الصح؟ استمرار نظام طواقف الحرف أحسنت مستر هاني ننتقل للصفحة رقم 5 مع مستر سامير شعلبي السؤال رقم 9 صار سعد زغلول على خطى محمد علي في إيه؟ إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب السيطرة على عناصر الإنتاج الحفاظ على وحدة وادي النيل التعليم الإجباري للبنيل والبنات سؤال ده أكتر سؤال لا كان فيه جدل بين الطلاب هنحاول نسبة بالأدلة الإجابة الإجابة طبعا اللي بنقولها هي إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب يطرى ليه؟ لأنه محمد علي فعلا أحل الموظفين أحل المصريين محل الأتراك بشكل تدريجي وفضل ده يحصل حتى في عهد خلفاء محمد علي حتى لحد السبعينيات فده يبقى حصل من محمد علي أنه فعلا بدأ في آخر عهده بعد ضعفه وبدأ يشيل الموظفين المصريين الأتراك ويحط مصريين المجلسة عدد زغلول عمل نفس الكلام وأحل الموظفين المصريين ما حل الموظفين الأجانب اللي هي ما يسمى بالتمصير وعكس كلمة النجلسة ده السؤال رقم 9 السؤال رقم 10 أكدت سياسة إنجلترا بعد حادثة فاشودة سنة 1898 على سعي القوة الدولية لخدمة مصالحها ولا قوة الخديوع عباس حلبي في مواجهة الأزمات ولا دعم فرنسا للقضية الوطنية ولا سعي القوة الدولية لخدمة مصالحها حقيقة الإجابة للسؤال ده حادثة فاشودة من الحاجات المهمة جدا في الفصل التالت وحادثة فاشودة دي عبارة عن حادثة حصل فيها صراعات دولية كبيرة جدا الإجابة حتبقى الاختيار الأولين سعي القوة الدولية لخدمة لخدمة مصالحها لأن في الحقيقة حصل صراع ما بين فرنسا وانجلترا ثم حصل التقاء وحصل يعني اتفاق ودي بينهم بسبب ايه المصالح؟ يعني هم كانوا صراعين بسبب المصالح واتفقوا بسبب المصالح بعد انسحاب فرنسا من فاشودة شكرا أحسنت مستر سمير ننتقل للصفحة رقم 6 مع مستر محمد عز فضل السؤال 11 معنا بيقول تشابه دور دواوين الأقاليم وإجراءات الحكومة المصرية في القرن الأفريقي في تحقيق السلم الاجتماعي الاستقرار السياسي التنمية الصناعية التوسع العمران دواوين الأقاليم دي كانت موجودة في عهد الحملة الفرنسية إجراءات الحكومة المصرية في القرن الأفريقي كانت في عهد الخديو إسماعيل طيب إيه العلاقة اللي تربط لتنين أو إيه العمل المشترك بينهم ندور كده هنلاقي إن دواوين الأقاليم كان لها ثلاث وظائف النظر في المصالح والشكاوي ومنع المشاحنات بين الكرة وجمع الضرائب واجباية الأموال طيب هنا الوظيفة رقم 2 منع المشاحنات بين الكرة منع المشكلات الاجتماعية ومنع الأخذ بالسقر يشبهها إدارة الإدارة المصرية في القرن الأفريقي حاولت نشر السلام الاجتماعي بين الأهالي والقبائل وتشكيل مجالس للصلح بين القبائل لدفع ديات القتلة لعجز القبائل عن دفع هذه الأموال وكان ذلك حقنا للدماء إذن العمل المشترك هنا والإجابة الصحيحة لإختار رقم 1 السلم الاجتماعي إختار رقم 12 حاول إسماعيل مواجهة الضغط الإنجليزي الفرنسي في شؤون مصر الداخلية من خلال الموافقة على إصدار مجلس أعلى للمالية أم بناء طيار سياسي زي قاعدة شعبية أم إصدار إسماعيل قانون المقابلة أم إنشاء لجنة التحقيق الأوروبية طبعا في بداية عد إسماعيل تعرض للتدخل الأجنبي ووافق إسماعيل على مسلسل التدخل الأجنبي اللي حضراتكم حفظينه أربع خمس درجات وفي النهاية وجد إن الحركة الوطنية مؤترضة على هذا التدخل الأجنبي ففي نهاية فترة حكم ملاجأة إلى إنشاء أو بناء فيار سياسي زي قاعدة شعبية وهو الاختيار رقم اثنين عن طريق إنشاء الصحف العلمية والأدبية والسياسية وأواطيت للصحف حرية الكتابة والتعبير في أواخر عهد إسماعيل مما ترتب على ذلك إصارة الإنارة لازان ونشر العلوم والمعارف شكراً ل你說 OK شكراً لكي لننتهي للصفحة رقم سبعة أهلا بطلاب الأعزاء من جديد السؤال اللي بعده بيقول سعى الاحتلال البريطاني إلى خلق فتنة بين عنصري الأمة في مصر وظهر ذلك من خلال معاهدة الصداقة والتحالف أم مفاوضات سعد مع ملنر أم بنود تصريح 28 فبراير 1922 أم أحداث صورة مصر القومية 1919 طبعا لا شك أن صورة 1919 أثبتت وحدة الأمة المصرية بدليل رفع شعار الهلال مع الصليب وسعت بريطانيا لأكثر من مرة النيل من اللحمة الوطنية وخلق فتنة بين القطبية الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين والسؤال هنا بيقصد مساعي بريطانيا ظهرت فين لو إحنا بصنا في المنهج بتاعنا هنلاقي مساعي بريطانيا ظهرت فيه تصريح 28 فبراير 1922 بدليل أن بريطانيا أعلنت في التصريح أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولكن مع وجود تحفظات أربعة التحفظات الأربعة لو إحنا ركزنا فيهم هنلاقي كده من حق بريطانيا حماية الأجانب والأقليات وبناء عليه عشان ما نطولش فيه الحلقة في بنقول الإجابة الصحيحة رقم 3 بنود تصريح 28 فبراير 22 السؤال اللي بعده بيقول نظرت إيطاليا إلى ليبيا في فترة ما بين الحربين العالميتين من ممزور كونها هل نقطة انطلاق هامة في صفحتها الاستعمارية في إفريقيا أم إرث تاريخي للإمبراطورية الرومانية أم ترضية مؤقتة لقرامتها الدولية أم مورد اقتصادي للخزانة الإيطالية طبعا السؤال ده حصل فيه لغبطة كتير جدا وأكتر من طالب تصل بي بعد الامتحان التجريبي وقال لي يا مستر هل هي إرث تاريخي للإمبراطورية الرومانية ولا ترضية مؤقتها لقرامتها الدولية هنا بنركز في السؤال جايب لك مفتاح الإجابة زي ما أشار كده مستر سامير من شوية هي الفترة التاريخية اللي مقصود بيها في السؤال السؤال بيقول لك إيطاليا ساعد بين الحربين يعني بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية فلو لاحظنا كده بين الحربين هنلاقي قبل الحرب العالمية التانية تولى الحكم في إيطاليا موسوليني وموسوليني ده تبنى فكرة إعادة الإمبراطورية وأحياء الإمبراطورية الإيطالية وجعل البحر المتوسط بحر إيطالي فهنا بنختار إرث تاريخي للإمبراطورية الرومانية هي الإجابة الصحيحة أحسنت مستر محمد ننتقل للصفحة رقم 8 مع مستر هاني مصطفى أهلا طلاب العزاء هنبدأ النهاردة ناخد سؤال رقم 15 حاولت مصر منذ بداية القرن التاسع عشر ميلادي تحقيق الأمن القومي الداخلي بتطبيق سياسات اقتصادية من خلال سيطرة الدولة على عناصر الامتاج الحفاظ على وحدة وادي النيل التعليم الإجباري للبنين والبنات إحلال الموظفين المصريين محلق أجانب هنبدأ أول حاجة نبص في السؤال في بداية القرن التاسع عشر يعني 1800 طب سنة 1800 أو 1805 تولى محمد علي حكم مصر وبدأ محمد علي يطبق نظام مهم جدا في الاقتصاد اسمه نظام الاحتقار بحيث تكون الدولة هي المسؤولة عن تحديد نوع الغالات اللي بتزرع وتمن البيع والشراء وكمان نوع السماعات التي تصنع يبقى الإجابة الصحة عندي هنا سيطرة الدولة على عناصر الانتاج السؤال رقم 16 ارتبط عرض الجمهورية الرابعة الفرنسية على الجزرين بأفكار طبعا السؤال ده محل جدل لطلاب كتير جدا في السنة العامة ونبص على الاختيارات مصاري الحاج ولا جيمولي ولا عباس فرحات وشارل ديجول هبدأ أستبعد الإجابة الأولى والإجابة الرابعة طب عرض الجمهورية الرابعة كان من رئيس الجمهورية الرابعة جيمولي بس جيمولي هنا بدأ اعتمد على الأفكار عباس فرحات في الاندماج ما بين فرنسا ودي طبعا اعتمد على الأفكار عباس فرحات يبقى الإجابة الصحة عندي هنا عباس فرحات شكرا مسترح شكرا حبيبي ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر سامير شلبي أهلا بيكو تاني بنقول سؤال خرجت فكرة الزباط الأحرار من مرحلة السرية إلى مرحلة العلانية بعد محاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية تشكيل حكومات غير منتخبة ولا بعد تعيين وزير جديد للحربية ولا بعد انتخابات نادي الزباط وعشان نوجز يعني احنا عارفين حركة الزباط الأحرار حركة سرية لأن كان ممنوع على العسكرين العمل بالسياسة وبالتالي ظلت سرية إلى أن ظهرت في أنه حدث في دول أكيد بعد انتخابات نادي الزباط الاختيار ليه؟ لأن انتخابات نادي الزباط أصفرت عن أنه اللي كسب الانتخابات هو مرشح الزباط الأحرار اللي هو اللواء محمد نجيب واللي خسر الانتخابات اللي هو حسين سري عامر اللي هو مرشح الملك فشعر الملك في حاجة بتحصل في الجيش في حاجة غريبة بتحصل كان لازم يحصل يعمل يبتدي المخابرات تشتغل الحربية والمخابرات الأمريكية والبريطانية فاكتشفوا في الآخر أن فيه تنظيم هذا التنظيم السري اللي حصل بعد إيه؟ الانتخابات وحصل بعد اجتماع الزباط الأحرار وبالتالي الإجابة هتبقى انتخابات نادي الزباط السؤال 18 ارتبط الصدام بين عباس حلمي الثاني وسلطات الاحتلال البريطاني في بداية حكمه بمخالفة إيه؟ الهدف من القانون الأساسي اصدار مرسوم يوليو 1878 نتائج فرامان أغسطس 79 اصدار قانون تصفية الديون مفتاح الإجابة هنا كلمة بداية حكمه لأن احنا عارفين عباس حلمي كان لي والشين يعني كان الأول كان مع الحركة الوطنية بعدين خان الحركة الوطنية وبقى مع الإنجليز هنا بداية حكمه يعني أبيع أيام كان محترم لما كان كويس ايه؟ ايه؟ درع عرف منين؟ أحدد منين؟ في بداية حكمه الإجابة الهدف من القانون الأساسي هو القانون الأساسي ده من اللي حطه اللورد دابري الإنجليز القانون الأساسي بيقولي تحكم إنجلترا مصر حكماً فعلياً عن طريق الخديوي يعني الخديوي بس صورة منظر لكن الحقيقة اللي عمله عباس حلمي انه هو بقى هو اللي يحكم فعلياً لما جاه وعاز الرئيس وزارة اللي هو مصطفى فهمي وعين حسين فخري دون أن يستأذن الإنجليز ودي كانت المشكلة كلها وبالتالي هو خالف القانون الأساسي اللي حطه اللورد دابري شكراً أحسن تمسر سمير ننتقل للصفحة رقم 10 مع مستر محمد عز فضل السواء الرقم 19 بيقول يوجد تشابه بين المبدأ الرابع لصورة 1952 وبعد إجراءات وزارة ساد زغلول والعدل يكن شريف فاشا محمود سامي البارودي طبعاً ادور على الوزارات دي عملت إيه طب المبدأ الرابع لصورة 23 يوليو المبدأ الرابع كان بيقول إقامة عدالة اجتماعية طب أي وزارة من دول تتشابه في هذا الأمر طب صورة يوليو عملت عدالة اجتماعية في يمة إيه تعميم مجانية التعليم في جميع مراحله طب وزارة سعد عدل يكن شريف محمود سامي البارودي عدل يكن وشريف كل إجراءاتهم كانت سياسية محمود سامي البارودي اهتم بالجيش سعد زغلول عمل إيه يقول أنه عدالة اجتماعية آه وضع قانون التعليم الإجباري للبنين والبنات إذن التشوه بينهم مجال التعليم السؤال رقم 20 بيقول عقب توقيع هدنة مدروس 1918 تغير الوضع السياسي فيه سوريا ولبنان جنوب العراق أم الحجاز أم شمال العراق طبعا مع بداية الحرب الإنجليز احتل جنوب العراق مع الثورة العربية وبعد ذلك تم عقد هدنة مدروس وعلى أثارها انسحبت الدولة العثمانية من الحرب وبعد ذلك احتلت إنجلترا شمال العراق والإجابة الصحيحة شمال العراق شكرا جزيلا أحسنتم سيد محمد ننتقل لنستر محمد عبدو والصفحة رقم 11 السؤال رقم 21 بيقول استغلت إنجلترا بعض الأحداث لصرف أنظار المصريين عن مطالبتهم بالجلاء واشتغالهم بقضايا أخرى وحدث ذلك بعد هل مقتل السردار وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن أم مقتل السردار ومواجهة الخطر الفاشي على الحدود المصرية أم رفض مجلس الأمن لقضية مصر وهزيمة حرب فلسطين أم صدور دستور 1923 وتوقيع معاهدة الصداقة والتحالف طبعا السؤال ده يعني واضح جدا أن عايز الفترة اللي ساعد فيها إنجلترا عشان تشغل الشعب المصري عن الصراع من أجل الاستقلال وتشغله يعني تخليه مثلا ينشغل في صراع من أجل الدستور أو صراع بين الأحزاب وهكذا فلو لاحظنا كده عشان ما نطولش بسي هنلاقي كده بعد مقتل السردار السيرليستاك انتهزت إنجلترا الفرصة وأرسلت إنذار شديد اللهجة إلى ساعد الزغلول طبعا الإنذار ده كان بينص على مطالب بسحب الجيش المصري من السودان ودفع تعويض نصف مليون جنيه ولكن ساعد الزغلول رفض وبناء عليه تم استقالة ساعد الزغلول وتولى يعني أحمد زوار باشا اللي قبل شروط إنذار بعدها إنجلترا وقفت ضد تولي ساعد الزغلول الوزارة مرة تانية عشان ينشغل الشعب المصري من الصراع من أجل الاستقلال إلى الصراع الحزبي النقطة التانية اللي هي الخطر الفاشي أثناء الحرب العالمية التانية طبعا هنا إنجلترا أثناء الحرب العالمية التانية تخلت عن مصطفى النحاس باشا حتى ينشغل الشعب أيضا عشان بس منطولش على حضراتكو فهنا الإجابة الصحيحة رقم اتنين مقتل السردار ومواجهة الخطر الفاشي على الحدود المصرية السؤال الأخير في عجالة سريعة بيقول نتج من سير أحداثها تكوين تكتلات منذرة بتكوين أحلاف عسكرية حادثة إيه؟ هل حادثة العربة؟ أم حادثة الإسكندرية؟ أم حادثة دنشواي؟ أم حادثة فاشودة؟ فاللي نتج عنها تحالف بين إنجلترا وفرنسا وبناء عليه تكوين تكتلات في الحرب العالمية الأولى زي ما كل الطلبة ونسامع دلوقتي كلهم بيقولوا حادثة فاشودة فالإجابة الصحيحة الأخيرة حادثة فاشودة شكرا حسن أنت مستر محمد ننتقل للصفحة رقم 12 مع مستر هاني مستفى السؤال رقم 23 هدفت بريطانيا من خلال معهدة 1936 ووقفة ضد إنجازات صورة 23 يوليو 1952 عسكرية إلا هل المحافظة على التوازن الدولي؟ ولا بقاء مصر تابعة دولة العثمانية؟ طبعا كده مصر مش تابعة دولة العثمانية في الفترة دي هل السيطرة على قناة السويس؟ ولا مساندة حركات التحرر الوطني؟ هنستبعد الإجابة رقم 2 ورقم 4 طب هل المحافظة على التوازن الدولي؟ ولا السيطرة على قناة السويس؟ هل هي من بنود معادة 36 إنها احتلال مصر عسكريا مع بقاء قوات إنجليزية في مطاة قناة السويس؟ طب إنجازات صورة 23 يوليو الإنجليز اشتركوا في العدوان السلسي بسبب تأميم شركة قناة السويس يبقى الإجابة الصحة عندي السيطرة على قناة السويس استواركة 24 أديون لا تبنى أوطانا للعمل ولا اعتماد على مقاومات داخلية هو السند لبناء الأوطان حدد أي من الشخصيات الداخلية تنطبق علي هذه العبارة؟ سعيد باشا طبعا عرفين سعيد باشا ده أول شخص عمل قرد مع البنوك البريطانية سنة 1862 يبقى ده مستبعد من الإجابة محمد علي الخدوة إسماعيل الخدوة توفية طبعا عرفين في عصر الخدوة إسماعيل زادت الديون في مصر الوحيد اللي ما استلفش من الدول الأوروبية أو من غير محمد علي لأنه اعتمد على موارد مصر الداخلية ولم يستدين أي مبالغ من أي دولة أخرى يبقى الإجابة بس عندي رقم اثنين محمد علي باشا أحسنت مسترهاني أعزائي طلبات وطلبات السنة العامة فصل قصير ونرجع لكم تاني أعزائي طلبات وطلبات السنة العامة أهلا بكم مرة تانية ومراجعة الفصل الثالث والرابع في التاريخ للسنوية العامة بالإضافة لامتحان التجريبي ونضم لينا في الحلقة مستر عبد الرحمن الشريف السلام عليكم مستر عبد الرحمن الشريف أخيرا ولا إسأخيرا هيكون معنا في الحلقة مستر أحمد السعيد السلام عليكم أهلا بكم إن شاء الله حلقة موفقة ونكمل الأسئلة مع بعض وياريت المخرج الجميل اللي جيب لنا الصفحة رقم 13 ونبدأ مع مستر عبد الرحمن الشريف بقası سلام عليكم ورحمة اللوة باركاته ازايكم عاملين يا رب تكونوا بخير هنبدأ اول سؤال صفحة 13 السؤال 25 ده من ضمن الامتحان التجريبي السؤال بيقول عند تقسيم المواريس والتركات في مصر خلال النصف الثاني من القرن التسعتاشر كان على المصريين التوجه الى ايه؟ هنا مفتاح الاجابة انا هشوفها من التاريخ بيقولي النصف الثاني من القرن التسعتاشر يعني من بداية 1850 تقسيم المواريس والتركات بيروح لفين؟ بيروح للمحاكم الشرعية؟ ولا مجلس الاحكام؟ مجالس الاقليم؟ كوميسيون مصر؟ طبعا انا عارف القضاء في عهد سعيد بيقولي كده صراحة استمرت المحاكم الشرعية تقوم بدورها في الاحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاء المواريس والتركات دي استمرت وفضلت شغالة متعلقة بالاحوال الشخصية طبعا مجالس الاحكام دي هي تستئناف عليا عندك مجالس الاقليم الفصل في المنازعات كوميسيون مصر الخاص بالاجانب منوش علاقة خالص بالمواريس والتركات فالاجابة اكيد هتكون المحاكم الشرعية لانه هو ده كمان عهد الخديوي سعيد اللي ابتدى من 1854 لحد 63 السؤال لقم 26 اللي بعده بيقول من قرأ التاريخ اتسعت مداركه وزاد عقله واضاف عمرا الى عمره تنطبق هذه المقولة على اي من الاحداث التالية؟ هل موقف محمد علي من قناة السويس؟ ولا توسع محمد علي في بلاد الشام؟ ولا اعلان الشريف حسين الصورة العربية؟ ولا توسع اسماعيل في القرن الافريقي؟ طبعا الاجابة سهلة جدا انت عارف طبعا ان محمد علي كان قارئ جيد للتاريخ قارئ جيد للتاريخ يعني الاحداث قبل ما تحصل هو عارف او بيستشف الحدث منه لما طلبوا منه حفر قناة السويس قال عبارة لا اريد بصفورا جديدا في مصر اشارة الى مضيق البصفور اللي عنده حدود تركيا اللي ادى الى تدخل الدول الاوروبية في الشؤون التركية وهو طبعا مش عايز الدول الاوروبية تتدخل في شؤون مصر فقال صراحة لا اريد بصفورا جديدا فالاجابة هتكون في موقف محمد علي من حفر قناة السويس احسن انت مستر عبد الرحمن ننتقل للصفحة رقم 14 مع مستر جمال سعيد طبعا في صفحة 14 في عندنا السؤال رقم 27 السؤال بيقول اختلفت سياسة محمد علي الصناعية عن سياسة مينو فيه يعني ايه اللي اختلف ما بين الاتنين طبعا عندنا رقم واحد الاهتمام بصناعة بناء السفن ولا انشاء مصانع كبرى في مصر ولا دخول مظاهر الثورة الصناعية ولا ربط الصناعة بالتعليم طبعا انا لو جيت بسيط هلاقي ان محمد علي اختلف عن مينو في انه هو ربط الصناعة بالتعليم لانه يبتدي يرسل بعثات لبرا تتعلم فنون الصناعة بعد كده تيجي تطبعها هنا بعد كده انه هو كمان من ضمن الحاجات انه هو جاب عمال اللي هو الاطفال الشوارع بدأ انه هو يعلمهم في مدارس او في اللي هي المصانع فاصبحت بمثابة مدارس لهم وبعد كده ظهروا كطبقة اجتماعية وطبعا بدأوا انهم يديروا هذه الصناعات ننتقل للسؤال اللي بعد كده رقم 28 يستدل من انشاء جريدة اثناء الحملة الفرنسية على رقم واحد ربط العلم بالانجازات الاقتصادية ولا استخدام الاسلوب او اسلوب الحرب النفسية ولا اهتمام الفرنسويين بتثقيف المصريين ولا نشر العلوم والمعارف الفرنسية طبعا لو جيت بسيط هلاقي ان كان الهدف من انشاء مينو للجريدة هو طبعا تحذير اصحاب الميول المعادية لفرنسا فعشان كده هو هيفكر انه هو يتبع اسلوب الحرب النفسية اللي هيفكر انه هو يقوم بثورة او هيفكر انه هي عادي فرنسا انا هبتدي اتبع معاه اسلوب الشدة او هبتدي ان انا هعتمد على اسلوب العنف معاه علشان انه هم يتبعشي الثورة ضد فرنسا ننتقل بعد كده للصفحة التالية السؤال بيقول ارتبط طلب السلطان العثماني من محمد علي التوجه بقواته الى الحجاز بايه واحد تحقيق فكرة تجنيد المصريين ولا بناء قوة مصر الاقتصادية ولا اكساب الجيش خبرات ميدانية ولا الانتهاء من مشاكله الداخلية مبدئا كده نفكر ونقول السلطان العثماني امر محمد علي او طلب من محمد علي بالتوجه الى الحجاز اللي هي شب الجزيرة العربية علشان يقضي هناك على الحركة اسمها الحركة الوهابية فمحمد علي قاعد يفكر ويقول انا لو الجيش راح دلوقتي يحارب في شب الجزيرة العربية ممكن الممليك يحاول يستغل الفرصة وينقضوا على الحكم اذا انا لازم اتخلص من الممليك هنختاري الاجابة اللي هي رقم اربعة اللي هي الانتهاء من مشاكله الداخلية محمد علي دايما كان بيحول الازمات الى انجازات ليه هو عنده ازمة دلوقتي انه داخل حرب هيحولها الى انتصار السياسي انه هو يتخلص من كل المنافسين في الحكم وعلى رسوم الممليك سؤال رقم 30 هو انت لما بص بالسؤال ده طبعا جانا في الامتحان التجريبي السؤال النص بتاعه جدا لكن هو سهل اوي جزء من نص الخديو اسماعيل في افتتاح مجلس شورى اندواب سنة 1866 من المعروف ان جدي المرحوم محمد علي حين تولى حكم مصر وجدها خالية من اثار العمارة ووجد اهلها من صلوب الامن فصرف الهمم لتأمين الاهالي وتمدين البلاد الى ان وفقوا الله في ذلك ثم انقلب بعدها احوال مصر الى يدي ومن حين تسلمتها رأيتم دوام سعي في اكمال ما شرعه جدي طبعا السؤال الكبير زي ما انت شايف مما سبق يتضح ان عهد اسماعيل يمثل ايه هل عصر تداول السلطة ولا نهاية فترة انتقالية ولا فصل السلطة التشريعية ولا بداية فترة انتقالية طبعا زي ما قلت السؤال شكله انه شكل كبير جدا لكن انت لو فتحت كتاب المدرسة طبعا جديدة 20-21 هتلاقي موجودة كده صراحة السؤال ده على فكرة سؤال صريح السؤال بيقول نهاية فترة انتقالية بمعنى اصح ان محمد علي شبه جده الخديوي اسماعيل سوري اسماعيل شبه جده محمد علي ان محمد علي قدر ان هو يأسس في مصر دولة حديثة لكن فترة ما بعد محمد علي اللي هو عباس وسعيد للأسف كانت مصر في مرحلة انتقالية تعاني من التظاهر اما الخديوي اسماعيل بالبلد كده هيعيد امجاد جده محمد علي احسنت مصر احمد ننتقل للصفحة رقم 16 مع مصر احمد السايد فضلحين اعلم مهدرك مصر احمد السؤال بيقول كان السبب المباشر للتدخل الاجنبي في شؤون مصر عهد الخديوي اسماعيل هل هو قناة السويس ام توسعات الخارجية ام الديون ام الفرامنان طبعا هنا لازم نرجع لعهد سعيد باشا ونعرف ان هو اول واحد اقتراض من احد البنوك الانجليزية من انجلترا فهل كده يعني خدنا كده في المنج هل لاجنب دخله في شؤون مصر في عادي سعيد لا طب امتى تدخله في شؤون مصر لازم هنا نرجع لتاريخ مهم جدا لازم نحطه في دماغنا ومهم جدا جدا 1875 حصل ايه في التاريخ ده اسماعيل توسع في شرق افريقيا يعني هنا اسماعيل عمل توسعات طب ده هيضر الدول الاجنبية في حاجة طبعا هيضرها انها كمان بتتوسع في نفس المنطقة هيضر انفوزها هيضر السيطرة على المنطقة دي فده كان سبب مباشر ان خلت الدول الاجنبية تتدخل في شؤون مصر هي التوسعات الخارجية طيب السبب الظاهري برده اللي قالك بقى سبب ظاهري هنختار في الحالة دي هنختار ديون يبقى اللي جبتنا هنا هي التوسعات الخارجية توسعات اسماعيل في افريقيا السؤال بعد كده رقب 32 بيقولك تعتبر اول هيئة رسمية انشأت لفرض التدخل الاجنبي في شؤون مصر هل هي لجنة التحقيق الالي الاوروبية ولا صندوق الدين ولا بحث الكيف او المجلس اعلى للمنائي طبعا هنا هنفتكر كده حاجة مع بعض في عادل خلية اسماعيل لما زادت الديون الاجنب حبه يسيطروا سيطرة سياسية على مصر بحجة الديون هده هنا خدوا سبب اقتصادي من اجل تحديق هدف سياسي طب ايه هدف السياسي هو السيطرة طب هنا دلوقتي اول مظهر من مظاهر تدخل الاجنبي مظهر لو قالك اول مظهر هنختار بحث الكيف طب لو قالك اول حيئة رسمية حيئة رسمية يعني الخليقه طلع مرسوم بانشاءها هنقول هنا هو صندوق الدين صندوق الدين دا كان خزنة الفرعية موظفين اجانب حكومة داخل حكومة اجابتنا هنا هي صندوق الدين شكرا احسن انت مستر احمد ننتقل للصفحة رقم 17 مع مستر عبد الرحمن الشريف اتفضل عجيب سؤال رقم 33 بيقول اثبتت النتائج النهائية لمفاوضات سعد ميلنر هل اثبتت حرص انجلترا على حماية المصالح الاوروبية ولا وقوف الحرقة الوطنية على طرفين قيد من الانجليز ولا رغبة انجلترا في تطوير علاقتها مع مصر ولا نجاح الشعب المصري في كسب خطوة نحو الاستقلال بيقول لي النتائج النهائية للمفاوضات ايه المفاوضات فشلت ولا نجحت المفاوضات فشلت يبا فشلت بسبب ايه انت عارف فشلت بسبب ان انجلترا مصرة على حماية المصالح بتاعتها وحماية الاقليات زائد ان كمان سعد زاغلول عايز الاستقلال يكون حقيقي اذا وقوع الحرقة الوطنية بين طرفين قيد احنا عايزين استقلال حقيقي وهم الاستقلال اللي هيدهولنا استقلال شكلي النقطة الأولينية حرص إنجلترا على حماية المصالح الأوروبية دي تنفع بس الأشمل عندي أن الحركة الوطنية عايز استقلال حقيقي والاحتلال البريطاني طبعا عايز برضو فرض التدخل نيجي للسؤال 34 بيقول أخطر صور التدخل الأجنبي في عهد الخديوي توفي على أمور السيادة الوطنية يتمثل في إيه طبعا عندك المراقبة الصنائية وسندوق الدين لجنة التحقيق العليا الأوروبية ولا بعثت كيف طبعا السؤال ده أعتقد ساهل يعني أنت عارف حتى من نتائج سياسات المراقبة الصنائية اللي هي الأخطر بالنسبة لمصر لأن أنت برضو عارف أن في عهد توفيق وفي عهد رياض بالتحديد خدت المراقبة الصنائية سياسات أكبر من السياسة الطبيعية وبقى لها حضور في مجلس الوزراء زايد أن هي كمان بقى رأيها نافذ المفعول بدل مكان استشاري زايد أن هي بتطلع على كافة الإرادات والمصرفات وكمان سنة 1880 المراقبة الصنائية لغت قانون المقابلة وكمان باعت حصة مصر وكمان أصدرت قانون التصفية فده يمثل أهم أو أكتر خطر من التدخل الأجنبي في شؤون مصر هتكون الإجابة المراقبة الصنائية شكرا نحسنت مستر عبد الرحمن ننتقل للصفحة رقم 18 مع مستر جمال سعيد فضرح لكم هننتقل للسؤال رقم 35 السؤال بيقول أثبتت الأحداث صدق مقولة محمد علي لا أريد بصفورا في مصر طبعا المقولة دي الصدق بتاعها ظهر في عهد مين من خلفاء محمد علي أول حاجة عندنا الخديوي إسماعيل وتوفيق ولا محمد علي والخديوي إسماعيل ولا عباس والخديوي إسماعيل ولا الخديوي عباس حلمي والخديوي توفيق طبعا أنا لو جيت بسيط هلاقي أن عندي الاختيار هيبى الخديوي إسماعيل وتوفيق لأن طبعا في عهد إسماعيل كان السبب الحقيقي للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد أن هم كانوا عايزين يسيطروا على قناة السويس اللي بتسهل طريق التجار كذلك في عهد توفيق كانت إنجلترا لديها رغبة كبيرة جدا في أن هي تسيطر على أهم طريق تجاري في العالم اللي هيقدر أنه هو يوصلها الأهم مستعمراتها في الهند وتحفظ على مصالحها هناك ننتقل للسؤال رقم 36 والسؤال بيقول كان الهدف من تعيين عرابي وكيلا لوزارة الحربية إيه الهدف من تعيين عرابي ووزيرا للحربية وكيلا لوزارة الحربية رقم واحد عندي بيقولي مواجهة التدخل الأجنبي ولا تحجيم نفوزه ولا تقديرا لمكانته العسكرية ولا التشاور لتشكيل مجلس نيابي طبعا لو جيت بصيت هلاقي أن عرابي طبعا كان في الوقت دو كان بدأ أن يبقى فيه ضغط موجود بالنسبة لعرابي أو العرابيين على الوزارة ففكروا أو أن هو رئيس الوزراء في الوقت دو محمد شريف فكر أنه يبعد عرابي خارج القاهرة فقال لك عرابي يبتدي أن هو يروح على الشرقية وطبعا عندنا اللي هو عبد العيل حلمي هيروح على ضمياط طبعا عرابي لما جي في الشرقية هنا ازداد مكانته وازداد نفوزه فقال لك لا بدل ما أن هو هيسبب لنا وجهة دماغ طب تعالى أنت خليك تحت عنين هنا خليك عندنا وكيلا لوزارة الحربية فهنختار الاختيار رقم 2 تحجيم نفوزه أحسن أنت مستر جمال ننتقل للصفحة رقم 19 مع مستر أحمد مصطفى فضل حبيل سؤال رقم 37 أول مظهر من مظاهر العسيون العسكري من قبل العرابيين يتمثل فيه واحد مطالبهم بعزل عثمان رفقي اللي هو في الوقت ده كان ناظر الجهادية اتنين رفض إخماد الصورة المهدية المطالبة بزيارة عدد الجيش طبعا لواء لـ 18 ألف المطالبة بمناقشة الميزانية ارجع كده معي للعرابيين العرابيين اتجمعوا في يناير 1881 كان هدفهم يتخلصوا من ناظر الجهادية عثمان رفقي علشان كان بيرأي الأطراق ومش بيرأي المصريين فطبعا ده أول حاجة العرابيين عايز لها طبعا أنا السبع ده جاب رقم 2 ورقم 4 هلاقي اللي جاب رقم 1 اللي هي مطالبهم بعزل عثمان رفقي علشان كان بيرأي الأطراق ومش بيرأي المصريين سؤال رقم 38 اختل مبدأ سيارة الدولة أكتر من مرة في عهد الخديوي توفيق من خلال 1 مطالب المذكرة المشتركة الأولى 2 إصدار فرامان سنة 1879 3 نقل عرابي خارج القاهرة 4 الموافقة على عزل رياض باشا لو جينا نبص الإختارات امشي معاك بالاختيارات 1 و 1 رقم 2 إصدار فرامان 1879 ده ما يخلش بنظام الدولة علشان السلطان العثماني هو اللي بيقول كده ومصر ولاية عثمانية يبقى أنا ستبعي التفنين 3 نقل عرابي خارج القاهرة دي حاجة برضو داخل الدولة الموافقة على عزل رياض باشا برضو دي شؤون داخلية يبقى أنا نختار الإجابة على رقم 1 اللي هي مطالب المذكرة المشتركة الأولى اللي هي إنجلترا وفرنسا لما طلبوا من الخديوي إن مجلس النواب ما ينقش الميزانية المصرية أحسن أنت مستر أحمد نشوف مع بعض الصفحة الأخيرة رقم 20 مع مستر أحمد السعيد سؤال رقم 39 كان هدف إنجلترا وفرنسا من إرسال المذكرة المشتركة الثانية مايو 1882 هو حل استعراض الكوة أم حماية السلطة الشرعية أم إضعاف الثورة العربية أم حماية الرعاية الأجانب طبعا إنجلترا وفرنسا لما بعدوا مذكرة المشتركة الثانية كانت الحالة في مصر تنزل بالثورة وهنا كانوا بيقولوا إن العربين يشيلوا خديوة توفيه وعيين الأمير حليم بس هنا لازم نبص بنظرة سريعة كده على مطالب مذكرة إنه هو إبعاد عرابي خارج البلاد تاني حاجة إقالة وزارة البرودي فطبعا هنا من المطالب هنقدر نحل السؤال ده كده بسرعة وبسهولة جدا هو إضعاف الثورة العربية السؤال رقم 3 السؤال بعد كده رقم 40 كان الهدف من دعوة فرنسا إلى عقد مؤتمر الأستانة 1882 هو تنفس الاستعماري أم الحفاظ على التوازن الدولي أم الرغبة في حل الأزمة المالية أم نحفاظ على شرعية الخدوية طبعا هنا عارفين إن فرنسا وإنجلترا اللي اتنين عاوزين يحتلوا مصر فهنا فرنسا أدركت تماما تماما إن إنجلترا عاوزت يحتل مصر فهنا دعت لمؤتمر دولي هنا بتحاول تعمل حاجة اسمها تدويل القضية المصرية عشان تمنع إنجلترا من الاحتلال مصر طبعا هنا هنختار طبعا من قصة مؤتمر الأستانة السؤال أو اللي جاء برقم واحد لها التنافس الاستعمال شكرا أحسن تماما مصر عبد الرحمن الشريف في نص دقيقة كده بعد الامتحان التجريب اللي حصل للطلبة من حوالي يومين ثلاثة إيه توجهتك للطلبة بتاعتك والله أنا بقول دايما إن ده كان فايدة كبيرة بالنسبة للطلب إنه هو دخل وتضرب وشاف الامتحان ممكن ييجي إزاي فهو قصر حاجز كبير جدا إنه هو يدخل الامتحان آخر السنة فهو واخد صورة أو فكرة عن كافية حل السؤال وهو تأكد حاليا وكل المدرسين وكل الفئات التعليمية تأكدت إن الامتحان آيم على الفهم والاستنتاج وليس الحفظ فقط فما على الطالب حاليا إنه هو يركز على الحاجات اللي هو شافها والسلبيات اللي ممكن يكون عملها في الامتحان ويغيرها بالنسبة للتاريخ من حفظ القرون من حفظ التواريخ من أنت تتضرب على الحل كافة أسئلة كبيرة جدا ولازم تفهم كويس الأشمل من الموضوع ده بعد الحفظ عندك وقت عندك مراجعة استعين بربنا وربنا معاك شكرا جدا لكم ربنا يوفقكم مستر جمال تحب تقول الطلبة بتاعتك مخصصين طبعا أنا عايز أقول إنه إحنا طبعا شفنا الامتحان التجريبي اللي نازل وطبعا زي ما إنتوا شافين إن الامتحان مش زي أو بالخوف اللي إحنا متوقعينه أو اللي الطلبة كتير متوقعها طبعا إنت اجتهد لكل مجتهد نصيب اتعب وربنا ما بدايعش اتعب حد لازم إنك إنت تشغل دماغك تعتمد على أسئلة الربط تعتمد على إنك إنت تشغل موقعك في الأسئلة والاستنتاجات وإن شاء الله ربنا يوفق كل الطلبة وإن شاء الله تكون سنة موفقة على جديد شكرا حبيب مستر أحمد مستفى اتفضل حبيب أحب أقول لها طلبة سنوية عامة ما تلاقش خالص من الامتحانات إنت لسه من النهاردة معاك أربعين يوم لحد الامتحانات يعني لو حضراتك بتذاكر كل يوم درس واحد في كل مادة إنت عندك حوالي سبعة موات تقريبا لو بتذاكر كل يوم ساعة واحدة هتقدر تخلص كل الدروس اللي عندك فما تلاقش خالص أخلي تقلق على ربنا سبحانه وتعالى ربنا معاكم وربنا وفاكم بإذن الله أشكرك مستر أحمد مستر أحمد السيد أفضل حابب أقول لكل طلبة وطلاب السنوية العامة مادة تاريخ السنة إن شاء الله هتكون مادة تقدر تجيب منها درجات كتير بس افهم أربط شوف الفرق شوف الاختلافات بين أي شخصيات بين أي أحداث المنظر يبقى سهل كتير جدا فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله امتحان آخر السنة هيكون امتحان أحسن امتحان تاريخي على مدار السنوية عامة إن شاء الله أحسن تمستر أحمد شرفتونا وحلقة من الحلقات الجميلة ونتمنى نشوفكم حلقات قادمة إن شاء الله وتمانيات القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلبة السنوية العامة شكرا لكم جميع اشتركوا في القناة